قواعد خط الرقعة بعد أن تعلمنا لغة أهل الأرض يا إخوتي ما رأيكم أن نكتب بطاقات شكر لعائلة ربيع؟ أنت على حق يا زازة لابد أن نقدم لهم امتناناً لاستضافتهم لنا في بيتهم فكرة البطاقات ممتازة ولكن لابد أن نكتبها بخط جميل ونحن الثلاثة خطنا سيئ أبيع الكلام وللبيع أفعال وعروض خاصة على الخطوط الجميلة هل سمعتم؟ يبيع الخطوط الجميلة استدعوه بسرعة أي خدمة؟ أي كلمة؟ أي حرف؟ وبسعر الجملة وتوصل علينا؟ هل تبيع الخطوط الجديدة يا عام؟ من أجل عينيك الجميلتين أحلى خط رقعة شكراً لك ولكن لدي عين واحدة إذن لأجل عينك الجميلة سأعطيك خط الرقعة بنصف الثمن هل هو خط جميل؟ جداً جداً أه؟ كيف نكتب به بطاقات؟ هو خط عربي ابتكره العثمانيون من مميزاته سهولة القراءة وسرعة الكتابة وخال من التعقيد صغير لا يشغل مساحة كبيرة أشعر بالحماس لرؤية هذا الخط الجميل كيف تبدو حروفه؟ ها هو ما رأيكم؟ واو رائع جميل وكيف نكتب به؟ أهم قواعد الكتابة بخط الرقعة أن معظم الأحرف تكتب فوق السطر في خط الرقعة الأحرف التي ينزل جزء منها عن السطر هي الأحرف عندما تأتي في آخر الكلمة أي أن الحروف التي لها بيل، جيم، حاء، خاء، عين، غين، ميم كلها تنزل من السطر والحروف الأخرى تبقى فوق السطر نعم، فقط حرف الهاء له ينزل عن السطر بنسبة قليلة عندما يأتي في منتصف الكلمة ويبقى فوق السطر عندما جيئه في أول الكلمة أو في آخرها مثل هذه وهل من قواعد أخرى لخط الرقعة؟ بالطبع، في خط الرقعة يوجد ما يسمى الأحرف المطموسة أو المظللة وهي ما تزيد من جمال هذا الخط الفريد ولكن هذا الطمس حسب حالات محددة الحروف التي تكون دائما مفرغة هي جيم، حاء، خاء، صاد، ضاد، هاء، كاف وما هي الحروف التي تطمس دائما؟ هما حرفان فقط ميم، واو وماذا عن باقي الحروف؟ باقي الحروف عين، غين، فاء، قاف أحيانا تطمس وأحيانا تكون فارغة خط الرقعة جميل جدا يا زازا سنشتريه أليس كذلك يا زوزو؟ بالتأكيد، سيحبانه شهد وفاد هل من قواعد أخرى لخط الرقعة يا عم؟ قاعدتان النقاط في خط الرقعة تكون متصلة مثل هذه الكلمة سنشتريه، سنشتريه ما تزال هناك قاعدة واحدة فقط وهي لحرفي السين والشين كما تعلمون فهذان الحرفان لهما أسنان ولكن في خط الرقعة لا أسنان لهما ويكتبان بهذا الشكل حسنا حسنا يا زيزي سنشتريه، كم ثمنه؟ بخمسة دراهم فقط عرض مذهل، أليس كذلك؟ هذا كثير جداً نعم، أوافقك لا، ليس كثيراً لقد قال على عيني حلوة لابد أن نشتري منه فقط لأنه قال إن عينك حلوة؟ نعم، نعم تفضل شكراً لكم، سررت للتعامل معكم وهذا هو خط الرقعة تفضلوا يا أولاد، يا أولاد هذا المال لا يحتسب هنا أوه، يا إلهي، ماذا أفعل؟ حسناً، لا بأس سأضيف هذه العملة لألبوم العملات الفريدة لمجموعة تفضلوا 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 شكرا